أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أصرار الصفر الاقتصادي مع شاي البودكاست اللي هيساعدك تزهره بأي مكان نفسك تروحه وتلفل العالم بميزانية اقتصادية فكرة البودكاست أني أستضيف أصحاب الصفر اللي بقابلهم في الصفر عشان يساعدوك ويشارجعوك تاخد الخطوة أني أنت كمان تسافر وتلفل العالم بحلقة النهاردة هنستضيف ضيف مميز جدا بالنسبة لي تعرفت عليه وأنا مسافرة أحد أصحاب الصفر ودلما زي ما بقول لكم أحسن أصحاب وأحسن أصدقاء نعملهم وإحنا مسافرين أماني البنت التونسية الجدعة اللي قررت تسافر من سن صغير بعد التخارج من أجل فرصة عمل بس ده ما وقفهاش أني هتسافر وتلف أماجد تانية حولها النهاردة معانا ضيفة مميزة جدا يعني بتسافر في كل حتة وأنا تعرفت عليها أصلا وأنا هبقى أدم لكم أماني تعرفت عليها كنا يا أماني أول مثلا أول مرة تسافر واحدة أول تجروفة وكده جنان أول شي هاي كيف حالك ميسيو لات نقطة ميجور دي أول سفرة فكرت فيها أنه أنا أسافر لحالي صراحة كانت السفرة وين نلتقينا بالي فكانت هذي يعني أول سفرة لحالي دي أول تطيب نفسك بميزانيتك بالضبط بكل شيء حكنا كده تفاصيل كده سريعة إيه اللي خلاك تطرقش معنا بالي إزاي حضرتي الطيارة أو حجزتي الطيارة إزاي حضرتي الميزانية إزاي ليه فكرت في بالي طيب بيزيكلي صراحة أنا بالي كانت من الديستينيشن اللي كثير أحب أروحها كسياحة بعدين في الوقت في شوية سيكولوجيكلي نوت جود فكنت في مرحلة أحب أنه أنا أعمل شيء نوت نيو بس أنه أنا أهرب أهرب على كل شيء أنا موجود فكانت منها سياحة ومنها أنه أنا أعمل يوغا كورس جميل فإنه أنا روح أتعمق في شيء أنا مرا كويسة فيه أه فبس يعني لأنه وقتها بدأت أفكر فتعرفي لما تبدأ يتفكري في شيء يصير كل المغريات تيجي قدامك أه كيف تذهب الفيديو في الإنستغرام كل شيء فصراحة بدون تفكير وأول مرة في حياتي ما أسأل أي أحد تروح معايا لأنه كنت مرة بحاجة أنه أنا أروح لحالي ما استنيتيش ولا صاحبة ولا بابا ولا ماما ولا أخو ولا سألت ولا سألت حتى يعني كنت أكثر فترة حاسة أنه أنا لازم أسافر لحالي أه طيب خلينا اتوذي بجانيك أوكي خلينا نرجع كده بالزمن اللي وراء أماني الصغيرة للأول من خلاصة الكلية قررت أن هي تبدأ تسافر عشان تشتغل برا بلدها أولا أنت جنسيتك إيه؟ أنا تنسية طررت تبعي ثلاثتي إيه؟ كل رياضة كلها تربية رياضية من أني صغيرة كنت بلعب جيمناستيك وكذا أشياء ثانية كمان بعدين كملت في مجال الرياضة كمدربة وكمدرسة رياضة في جامعة الرياضة في تونس تخرجت وكنت ضد تماما أنه أنا أطلع من تونس بالأول سراحة يعني أنا عندي هذا الجانب الوطني اللي مرة عالي لا أنا أقدر أيوة أنه أقدر أشتغل في بلدي وأقدر أعمل كل شيء صراحة أنا أشتغلت ما كانت عندي أي مشكلة بس في بعض الوقت تصيري ستغني خلاص أخذت تسافري؟ أي أخذت الخطوة أنه أنا أسافر أسافر لسعودية وما كان معايا أحد في الأول سراحة يعني كنت مقررة أنا وصحبتي بس رحت أنا الأول وبعدين هي لحقتني وما كنا نعرف أي أحد وما كنت أعرف أي شيء موجود هناك كانت هي الأول هل أهلك كانوا مع الفكرة والله ضدها إزاي قدمت الفكرة لأهلك إن أنت عايزة تسافر نتس بي وما نعرف إن أنت مرتبطة بعيدك قوي؟ طبعا أيوة الصراحة ما كانت سهلة يعني حتى ليهم لأنه أنا ديورينج خلينا نقول الـ 4 يارز اللي من وين ما رجت إلين رحت دائما أروح أعمل إنترفيوز وما دائما لا يعني لما أرجع صار أهل يسألوني أيو دائما لما يسألوني كلهم لا طبعا يعني ما حروح إلى مكان بسوي إنترفيوز ولكن لن أذهب إلى أي مكان فبعدين ما علي بعدين لما فعليا كنت أروح مكان ومصدقيني لدرجة أنه كان بابا يقول أنه لا هترجع ما هتجلس هترجع في قرارها قبل ما تسافر على طول ورحت والله كانت تحدي مرة كبيرة عايشة الوحدك أعطيها في الوحدة سبعة سنين سبعة سنين أعطيها أحلى قرار أخذتك في خياتك أبداً ما ندمت بالعكس يعني الإعجاب التي أخذتها هنا الإعجاب حتى في الحياة ما أتكلم شغل كثير كبيرة الاندبندنس والأنك تسكني لحالك وتعيشي لحالك هو أكبر درس في الحياة كان وقتها عمري خمسة وعشرين يعني ما يعتبر أنه كثير صغيرة لأنه زي ما أخطتك أنه أنا جلست في تونس الآن العربي تعتبري صغيرة تقريباً بعدك ثلاثة أربع سنين متخرجة بالضبط أربع سنين متخرجة وعلى طول تصلعت فمن وقتها إلى الآن وأنا موجودة هنا إحسازك إيه أول سنة يعني بعدك رب تبقى سهلة بس أول سنة لما بدأت أفكرت الحالك أول سنة كانت سنة التحدي كانت سنة التحدي لي أنا ولكل الناس اللي أعرفهم لأنه كل الناس كانت بتقول لا مش حتقدر تكمل يعني أنت أماني ممكن تروح في يوروب بس ما تروح للسعودية ممكن تعيش في يوروب بس لا يعني لأنه أنت تعرفي إحنا في تونس أكثر شيء اتجاهنا لأوروبا فرنسا وكل شيء وأنا عيلتي هناك يعني أخويا وإخوالي كلهم هناك فما كانت سهلة أبداً أنه أنا أروح بتوجه ثاني تماماً ودايماً عندنا المينسات أنه السعودية بالذات مرة تتكلم إذا كان في لبس إذا كان في لايف ستايل إذا كان أي شيء وأنا في تونس كنت بحيش مرة أبن تشديفرانسية اللي كانت صعبة لما خدت قرار تروحي السعودية كان وقتاً في بالتبق يعني تروحي فترة وترجعي ولا كنت ناوية سنة وارجع وأنا كان ضد الفكرة بس يعني هما صندوكي ولا كانوا منعوكي وإذا كانت قرار لوحدك شوفي أهلي يمكن هذا أنا أحس وأكبر دعم في الحياة لما يكون الأهل يخليه رك مسؤولية قرارك مسؤولية مستقبلك يعني لتعمليها بس لازم تكوني قد الدسجن هاد السفر أقل لك إيه هل ساعدك في جوانب من هيغير لك شخصيتك مادياتك طبعاً حياتك العملية اسلوبك في التفكير السفر غير لك إيه من أماني اللي بدأت تسافي عندها 25 سنة لغاية دلوقتي من 7 سنين إيه التغيير اللي حصلت أقدر أقول لك إنه السفر غير من 180 درجة يعني مش نفس الشخص أبداً طبعاً عدل المسؤولية اللي تصير مرة كبيرة عندك بتتعلمي كيف تتعاملي مع مختلف الأشخاص ما أقول مسترة بس تصير تتعايش تتعايش مع مختلف جنسيات شخصيات whatever it is بتتعاملي معهم هذا هذا أهم شيء أعتبره فيه اختلاف النجوم في تفكيرك تفكيرك على حسب على حسب ترى أنت عايش الحالك whatever it is تصرف اللي بتعمليه تمام إيه أكتر جفت السفر الدهيني يعني إيه يعني إيه نتكلف السفر بتاع الشهر السفر الثاني سراحة معارف يعني إذا كانت معارفة ناس مختلفة جدا من جنسيات وديانات وكل شيء أو إذا كان حتى السفر تشتبع الثقافات الغير اختلاف الثقافات بمختلف طبعا الأماكن الطبيعية أنا مثلا دائما السفر عندي المحبذ هو تكون الأماكن الطبيعية أكثر لأنه مرة أنا من الناس اللي قهوة طبيعة فصراحة هذا أكثر مكسب نوليج هل ارتباطك يعني أنت أول تسطط تسطط فيها حالك كان بسبب الشغل عشان تشتح صحيح تمام صح هل ارتباطك بالشغل والمسؤولية أي حريتك أنك تسافلي وتزوري أماكن تانية كان نفسك تزوريها حول العالم أبدا 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 نفنت لي لا إذن بترتيبي بقى وقتك ما بين أن أنت بلد غريبة وعيش الواحدة بتطبخي بتنطفي عشبيت الواحدة لحالك أنا عارفة عشان أجربت الإحساس ده المسؤولية كبيرة جدا يا جماعة يعني جدا جدا صح زي زي شغل يعني حاجة تقيلة شوفي هذي المسؤولات المسؤوليات اللي أنا في بلد مسافرة منشان شغل وأنا ديبندنت والحالي وبطبخ زي ما قلت أنت بالضبط هذي كلها مسؤوليات تجاه حياتي اليومية زي ما السفر الثاني أنا أشوفهم مسؤوليات تجاه روحي يعني لأنه سفر أحسه غذاء روح إدمان فعليا عارفة اللي لما العربية تروح تشحنيها بنزين أنت بتشحني نفسك بالسفر لأنه السفر يعني إذا كانت السفر ناشحة 100% أو لا فأنت بتتعلمي أشياء رفية بتشحينك من أول وبديت بطاقة إيجابية 100% حتى إذا كانت سفرة لمدة يومين يعني فعليا في بعض الأحيان تكون سفرة لمدة يومين وتعملك تتعلمي كاملة كده تطلع من عندك كل الطاقة السلبية أو تبعي تبعي الشغل اللي كنت فيه ولا تبعي الحياة ولا إذا أنت عندك أي إرهاق نفسي خلينا نقول أو كاملة مشان ترجع تلاجي النفس مشان تكملي كأنه سيرابي يعني إحنا محتاجين هو السفرة أو حاجة كده زي الأكل والشرب محتاجين نعملها كل فترة مش لازم بشكل دفنتلي حتى لو معكش في مصرف عقود على البحر شوية هتنسى تدني مفوها البحر هياخد الطاقة السلبية اللي جواك ويديك طاقة إيجابية تحس كده إن انت إنسان نينتي مبسوطة بو هيك طاقة ميا بل ميا شكرا